كلنا بنروح اماكن الاول مرة في حياتنا انا واحد من الناس بتخنق جدا لما اكون رايح مكان اول مرة في حيات اروحه وافضل اسأل الناس كتير اروح اشار كذا دنين دمع اشي فيني وكذا ببعاية طريق واصف مناسب لي اروح مكان ده من غير مواصلات والله تعب عليها حي وعرف التكليفة كامل قبل ما اروح السلام عليكم انا علاء رمضان وانت بتتفعرك لغنات المصري على يوتيوب بدون كلام كتير يالا بنا نبدأ التطبيق الخرافي بتاع النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد موسيقى تطبيق وصلني من افضل الطبقات اللي تعملت معها ليه هو افضل تطبيق؟ علشان بيشتغل من غير نت وبيوديل جهلك اني طريق افضل ليك انك تمشي عن طريق الاسفل لان طريق الاسفل تعين لغو موصلات وانا افطارد اقول له مثلا انا هنا بيقولك انت فين؟ انت فين حاليا؟ بيقول له مثلا الجيزة ميدان مثلا انا بيقوله لك هنا في ميدان الجيزة رايح مثلا فين؟ او اختاري مثلا المعادي تمام؟ هنا قال لك المعادي المطبعه اللي بس هاتينه بيجب لك اختيار ما مافعش تقوله معادي بس تمام؟ المعادي المطبعه مثلا تمام؟ وانت هنا بتقول له تحت هنا خالص بتقول له احسن طريق ولا اسفلت ولا مترو بتبتو اختار له احسن طريق افضل حاجة يعني هو اللي بيختار لك العرب تمام؟ هنا جاب لك افضل طريق اوه بيقول لك ركب ينزل الكوبريجي زي شماريتك بيوصف لك انهم بالضفط بيقول لك تكلفي ايه هتدفعها وبقول لك كمان عدد الدقائق اللي هتوصل فيها المتوقعة طبعا لو اختاري الزحمة هياخدك كمان كده بيقول لك دقائق بالضفط بيحسبها عن طريق جوجل مابس والحاجة دي ما عاجبك الانون ده ماشي هتقول له اشتا خلاص اطلعت الصفحة اصير ما عاجبكش هتروح اقول له ايه مش اشتا هنا بيسألك بيقول لك اختاريح ليه طريق تاني يعني تقدر تقول لصاحب تطبيق تطريق اسهل لو انت تعرف تمام تقدر هنا لو عايز تروح بالاسفل تقول له تمام طبيب لو انت بقى مش حاببش احطاطة المواصلات ديالة كل شيء تركب الكرباز وتنزل والكلام ده وتكلفة تبقى اعلى عايز مسلا تروح بالمترو هتقول له ايه اشتا وخلاص امشي اروح هنا تختار مترو بيقول لك مش تلاقي مكاني ديالة اللي هدوس عليها هيقول لك اوصيف لك لو في مكان انت مش عافظ وصله او مش متح ليك مسلا هدوس مع المترو تروح ديالة يسوصلني هتليس اقول لك اخر مكان ديينفع تروح بالمترو المكان ده لا بيقول لك ما ينفعش تروح المكان ده بالمترو بس تجرب خيار احسن عن طريق هيضيف لك مكروزات للرحلة في اماكن بيقول لك ان دي ما ينفعش تروحها بالمترو تاسهل لك مسلا اسفلت او كده يعني خلى بالكو بقى دلوقتي يعني قولي ده بقوله هنا فوق ما فيش اي ده تخلص متصل بها يعني الوافع مقفول البيانات الخط وكله طيب صعب التطبيق ده يعني الشيء بحعرفه شخصيا يعني لو في حاجة مسلا واجهتك معاه وكده اكيد طبعا هكلمني وانا قدر هتوصل معاه وحلاك مشكلة لك لو في مشكلة انا واجهتك بيخلوا وفي حاجة كده طيب هنا بقول لك اقتراحتك لو في عايز اقتراحات تقدمها وحاجة بيسمعها للناس اللي بتكتريح وكل حاجة عن طريق الجيميل يعني انت بتكتب هنا عشان هم تكونوا حسين عم ساعدتك يساعدوك لو في مشكلة بتواجه طيب هنا تقدر تقليم على المدجر طبعا وهنا التواصل عاست تواصل مع صاحب التطبيق على رقم تلفون وهو شخصيا يعني لو عاست تواصل معاه تمام وهنا صاحب التطبيق فهلوف مشكلة وجهتك التطبيق بقى يعني هنه اضع حلاك مشكلة ده الصحبي يعني هو عرفني تفهم صاحب التطبيق ده بس فعني ده ما يعتبر من اشهر تطبيقات يعني تطبيق معروف جدا وسهل ومفوش مشكل ومن غير نت ده الاحسن كمان يعني انت مش طول وقت تبقى معاك بقى تبقى عايز تروح اماكن معروفة مش ببقى معاك بقى تروح اه بتعرف بقى جوجل مابس وكام ده او بتطبيق تسعة لا كل حكاية سهلة وبسيطة انت بس بتنسل تضغط صنع لا سيبك انت بتاعه في الواصل بتقول له انت فين حاليا ويتقول له انت رايح فين تحدد له المكان بالضبط اللي رايح فيه مش تقول له مسلا عادي بس او تقول له اه مسلا الجيزة بس لا لازم تحدد انت رايح فين او ميتقول لهش القرية بس كده يعني تمام طبعا لو مش لاقي مكانك زي ما قلت لك بتدوس هنا بتروح تلقايح عليه مكان او العنوان بالضبط اللي انت مش عارفه بس يعني اه دي التطبيق بقول لك مش هسيبك تطوح بس كده خلاص انا على رمضان السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر